طيب معنا مين تاني من الأوائل؟ معنا شاول عيسى الخامس على الشعبة الأدبية صباح الخير عليك يا شاول وألف ألف مبروك صباح النور ألا بارك عددك الموضوع الخامس يعني وأنك تكون من الأوائل في صنوية عامة ده موضوع كبير قوي استقبلت الموضوع إزاي وكمان السنة دي عرفته من المؤتمر؟ ما كنتوش عارفين بالتليفون من قبلها أهو إحنا كنا فتحين التريفزيون وعادين سواء أنا واللائرة وكلنا صدامنا يعني لما شفنا صورتي كنت عامل حسابك على الخامس ولا على حاجة تانية؟ لا أنا كنت يعني كنت حاسة أن أخري يجيب مجموعة حلوة خلاص أخوش كلها العيزة بس الأوائل ده بعيد قوي طب شاول قولي عايزة أسألك على حاجة كان فيه امتحانات تجربية السنة دي كان فيه امتحانات تجارب قولي الامتحانات دي فادتك يعني خليتك تبقى مستعد الامتحان النهائي امتحان سنوية عامة كان شبه فعلا لامتحانات التجارب اللي كانت موجودة جي منه أسئلة كانت الأسئلة شبه يعني حكيلي كده إزاي استعدت الامتحانات التجارب وإذا كنت استفدت منها أوقع أكيد الامتحانات فادتني وفي أول السنة إحنا كنا ندخلين والأسئلة مش فقط حاوين بس الامتحانات دي بدأت وضح لنا نظام الأسئلة شغالة إزاي وكده وكل واحد بقى ينظم طريقة مذاكرته على حسب الامتحانات دي يعني بي كان شغال غلط بقى يعدل طريقة مذاكرته كده وطريقة الأسئلة اللي بيحل عليه يعني أنت عدلت طريقة مذاكرتك واضح من كلامك نعم يعني أنت استفدت أن أنت عدلت طريقة المذاكرة كنت بتذاكر طب قولي يعني كنت بتذاكر إزاي وبقيت تذاكر إزاي بعد الامتحانات التجربية هو في الأول يعني كنت بحله قليل بس لما شفت الأسئلة بتذاكر تذاكرات التجربية يعني بدأت أحلى أكتر كتير من الأول يعني عشان نظام جديد محتاج حل كتير وتدريب كتير على كل الأفكار عظيم جد طيب شاول محضر نفسك بقى للجامعة وينوي تدرس إيه هو أنا من وانا زيار كنت وحيب اللغة قوي يعني كنت أنا ما أخش أسهم هشوف الجامعات المتاحة والدين طيب قولي شاول إحنا السنة دي سنة استثنائية عشان الكورونا إزاي كنت يعني بتتعامل وإزاي الناس عندك في البيت كانوا بيتعاملوا فكرة إن فيه كورونا ومش حينفع ننزل ومش حينفع نبقى موجودين في أماكن فيها طلبة كتير ومش عارفين اللي امتحانات حتبقى عاملة إزاي وفيه ناس كانت خايفة بتقول تحت مال يأجلوا السنة كان فيه لغة كتير قوي قوي فاقولي إزاي كنت بتتعاملوا في البيت عشان موضوع الكورونا ده أو إحنا في موضوع الكورونا ده كنا مبتزمين بالإجراءات بتاعت التباعد والكمامة ومعين فعش أنزل مجير كحول وكل سوية عرصة على إيدي وكده والحمد لله معايدش في القفل ألف مبروك يا شاول نتمنى لك النجاح في المجال اللي أنت تختاره اللي أنت عارف من جواك أن أنت لما تخلصوا دراسة تقدر تشتغل فيه ألف مبروك يا شاول